اهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدين في كل مكان في الفيديو ده جماعة هنتكلم على اسعار البصل وهنتكلم على الطماطم طبعا البصل مستمر ولازالت اسعاره عليه هنشوف كل حاجة في الفيديو ولكن الطماطم طبعا محدش كان متوقع ان هي تبقى بالسعر ده في شهر رمضان السنادي اسعار الطماطم السنادي يعني منخفضة غير السنة اللي ماضت خالص يعني السنة اللي ماضت يا جماعة هنقول كل حاجة ما تنسوش يا جماعة اللايك اعمل لايك للفيديو ولو مش مشترك في القناة اشترك علشان تستفاد بنعمل طبعا اسعار الخضار كل يوم وبس مباشر ان شاء الله هيبقى بازن الله يعني لو وفقنا الله هيبقى يوميا ان شاء الله بس مباشر لأسعار التوم وتقليع التوم ان شاء الله فدعموكم يا جماعة للقناة طيب هنشوف الاول ايه حكاية الطماطم وهنعرض اسعار الطماطم وهنعرض اسعار البصل في سوق العبور البصل الاحمر والبصل الفتيلة طيب الطماطم يا جماعة سبب انخفضها فيها جماعة طماطم كتير جدا في سوق العبور وقلنا قبل كده ان البيع طبعا حسب كمية العرض والطلب طيب بما ان الطماطم كتير جدا والعرض بتاعها كتير جدا السنادي في سوق العبور جميع الاسواق وكميات طماطم كبيرة جدا فلازم اسعارها تبقى منخفضة وده يدل برضو على يعني صحة الكلام اللي احنا بنقوله ان البيع عرض وطلب والناس يعني انتم معظم المشاهدين والمتابعين والمزارعين والتجار عارفين طبعا ان بيع الخضار حسب كمية العرض والطلب. في طبعا الناس يعني معظم الناس يعني المستهلكة وكده ما يعرفش يعني ايه كمية العرض والطلب. كمية العرض والطلب يا جماعة يعني لو العرض زاد قوي والطلب قليل فلازم الاسعار هتبقى منخفضة. لو العرض قل وفي طلب وفي سحب هتلاقي الاسعار مرتفعة. طيب لو العرض آآ كتير وفي سحب جامد يعني هتلاقي الاسعار في المتوسط. آآ طيب عشان بس ما نطولش عليكم البصل الاحمر يا جماعة النهاردة في بصل احمر آآ من عشرة جنيه لحد عشرة ونص وحداشر جنيه في الكردي النظيف. آآ وفي البصل الفتيلة جماعة آآ في بصل الفتيلة من تسعة جنيه لحد آآ عشرة جنيه واحداشر جنيه وطبعا في اللي بول حداشر ونص إنما هو تنفيذ حداشر جنيه آآ يعني اعتبر نفس سعر البصل الاحمر وفي بقى الفتيلة في تمانية جنيه وفي تسعة جنيه اللي هي آآ درجات وجودات اقل آآ الطماطم يا جماعة في سوق العبور يعني هتلاقي فيه بستين وفيه بسبعين وفيه بتمانين وفيه بتسعين آآ طبعا حسب وزن العداية وحسب جودة الطماطم فكل حاجة جماعة الاسعار كل حاجة موجودة في سوق العبور آآ ان شاء الله بعد قليل هنطلع فيديو بباقي اسعار الخضار في سوق العبور للجملة فانتظرونا جماعة ما تنسوش الدعم للقناة باللايك والاشتراك وده حاجة مجانية جماعة